ومن الفقرات التي سنتحدث فيها هل يلجأ بعض المصابين لإخفاء إصابتهم بالكورونا تجنبا للوقوع بالوصمة الاجتماعية يقال أن المبالغة في توجيه اللوم إلى المصابين بالدعاء جهلهم أو استهتارهم ومخالطتهم لآخرين ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وسيقوم المصابون الجدد بمحاولة إخفاء إصابتهم لتجنب ما يسمى بالوصمة الاجتماعية ولنتذكر جميعا أن التنمر الإلكتروني يخلق بالفعل الوصمة وإذا كان سلوكك الفردي هو الذي يحدد انتقال العدوى إليك من عدمه فإن مسؤوليتك أيضا فيما تكتب على السوشال ميديا لها علاقة بانتشار المرض مباشرة وتعقيبا على هذا الموضوع ينضم إيجانا الدكتور هشام شناعة محاضر في جامعة فلسطين التقنية خضوري سعد صباحا بكل الخير دكتور صباح الخير لإنا ولإلك أخت وفاء وصباح الخير للفجر الجديد صباح الخير لتو الكرم صباح الخير للأقصى ولكل فلسطين في كل أماكن الشمس التي تغطيها اليوم يسعد صباحك بكل الخير وصباح الصحة والعافية وصباحنا وصباحكم التزام دائما بالحجر المنزلي الإلزامي الصحي دكتور هشام هذا قرار مشترم ويجب أن يحترم لأنه حقيقة يعني إحنا طالما الحكومة أعطتنا عطلة نجلس بالبيت وأنا بتوقع أصد وفاء والمستمعين أنه أكثر من مرة تناولنا ضغوط العمل وضغوط الدراسة وضغوط مش عارف إيش الآن أجت الفرصة أنه نلتزم في بيوتنا نقعد مع أسرنا نتحدث نتحاور نتواجد ونطبق هذا القرار لأنه هو بمصلحة ما بامتياز وهكذا يعني طالما أنا بشكولي أنه عطل من جامعتك وإنت عطل من مدرستك وإنت عطل من عملك إذا توجدك بالسوق وعطل كمان من الذهاب للمسجد إذا توجدت بالسوق إذا توجدت بالشوارع إذا ما استفدنا يعني هي المشكلة أن نروح مثلا إذا توجدت بالسوق ما أنزلش على الجامعة إذن يجب علينا فعلا أن نأخذ الموضوع على محمل الجد وأن نلتزم في بيوتنا حتى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء اللهم آمين دائما وأبدا وكما قلنا أن الصين العظيمة مصدر وكما نقول جذر الوباء من وهان أصبحت اليوم تسجل زيادات صفرية في الإصابات بالكورونا نأمل أن نلتزم كما المواطن الصيني الذي التزم ولا ضرر ولا درار في أن نقلد الغرب بكل الخير وبالتجارب الناجحة نذهب إلى صلب الموضوع دكتور هشام يلجأ بعض المصابين لإخفاء إصابة بالكورونا وذلك تجنبا للوقوع بالوصمة الاجتماعية المبالغة في توجيه النوم والمبالغة في التجريح بصراحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أدت أو قد تؤدي بالبعض لأن يخفي إصابته بالكورونا هل هذا صحيح؟ نعم إن شاء الله أنه ما يكون لأنه فعلا فعلا هو عملية الضغط تولد عملية التجنب أو الانفجار لكن كمان مرة بدي أحكي شيء أخت وفاء أنه مجتمعنا الفلسطيني بقيادته وبكل مواطن كان فعلا يمثل المواطن الصالحة يعني كيف حكيت عن الصين كان إحنا بتواضعنا وبتجربتنا وبإمكانياتنا المتواضعة المجتمع الفلسطيني أيضا مثل صورة جميلة في موضوع الالتزام ومحاصرة المرض سواء في بيت لحم وفطول كريم وفي المحافظات الأخرى وحبينا أن نكمل في هذا الموضوع حتى أنه سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء وفعلا نكون إن شاء الله بأقل الخسائر لذلك دكتور هشام واعتذر على المقاطعة لكن يجب أن نذكر مرة أخرى أن البداية وحدها والثبات في البداية وحدها لا يكفي يجب أن نثبت حتى النهازة ونلتزم بالتعليمات أيضا حتى النهاية كي نمر ونخرج من هذه الأزمة بدون خسائر إن شاء الله بكل تأكيد النجاح لا يكفي الحفاظ على النجاح وإدارة النجاح هو الأهم الاستمرارية حسن الخواتيم الأهم بالخواتيم كيف نخرج إن شاء الله من هذا الموضوع بأقل أقل أقل الخسائر إن شاء الله أما في الموضوع اللي بنتحدث فيه ما في شخص يعني لا سمح الله إلا معرض أن يصاب بمرض أي مرض يعني كان لا يوجد حد معصوم من الحوادث وقدر الله سبحانه وتعالى حوادث السيارات الأنفل وانزل عادية أمراض كل الأمراض فلا يوجد شخص يحد أن يصاب بهذا المرض لا سمح الله نعم مش أن هيك لا يجوز لأحد لا يجوز بالمطلق لا دينا ولا إنسانية ولا اه اجتماعيا ولا بكل المعايير الإنسانية يجوز لأحد أن يشمك أو يلوم أو يتحكم أو يمارس الاستهزاء عن طرح مثل ما تفضلت موضوع التنمر أنه عندما نصير أن نعلق إحنا ونبتخذ بعض الناس استهزاء وتعليقا ولوما ونقدا الناس قدرات وإمكانيات وبالتالي مهم جدا أن ننتبه أنه في مقولي بتقول لا تظهر الشمات لأخيك فيرحمه الله ويبتليك نعم نعم من المية أن ننتبه أن الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي أحد أنه ندعو الله سبحانه وتعالى وقائلين الحمد لله الذي عافانا مما افتلى به كثير من خلقه وفضلت على كثير من من خلقنا طفيلة بدأ الكلمة الطيبة أفضل أن ندعم هؤلاء الناس حتى فعلا ما يكونوا يأخذوا قرار بينهم لا سمح الله يتسطروا أو يتجنبوا نعم هم خطر على أسرهم طب دعنا نذكر بعض المواقف دكتور هشام حتى أننا يعني نكون نتحدث من قلب الحادث ومن الواقع المعاش البعض يعني للأسف بدأت الكتابة تنهال من يعني ما يمكن وصفه الذين يحاولون أي يؤثروا أو لربما يثيروا البلبلة بتعليقاتهم الطلاب أبنائنا وبناتنا اللي قادموا وحاضروا من الخارج إلى وطنهم وإلى بلدهم وإلى أهلهم البعض قال لليش روحوا شو جابهم هل لا تذكروا يروحوا ما عرفوا يصبروا عبل لا يخلص هذا الوباء أو هذا المرض وللأسف يعني بغض النظر عن المبررات وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت لهؤلاء الطلاب والطالبات بالعودة إلى أهليهم وإلى وطنهم وبلدهم ووطنهم أحق فيهم حتى في ظل هذا المرض وفي ظل هذا الوباء يعني الصين لا تزال حتى هذه اللحظة رغم أنه عمالة بتتشافة تستقبل عمالها بأبنائها وتستقبل بمواطنها من دول متفشة فيها الوباء من إيطاليا من إيران من مناطق مختلفة ورغم ذلك تستقبلهم وتكون بالإجراءات الوقائية اللازمة بحقهم لم نسمع أحدا تدمر من دعم أخرى بالحديث شو جابهم أولادنا ولا شو روحهم علينا ولا ليش إجوا إجوا جابوا المرض وما إلى ذلك من الأمور الأخرى للأسف التي بصراحة أثرت تأثيرا كبيرا على الأهالي أنفسهم على الأبناء على الطلاب والطالبات العائدين أنفسهم وبالتأكيد بكلمات تجريح وكأنهم يقولون للأسف طبعا بما معنى أنه يعني الوطن مش عماله يعني بده يستقبلكم للأسف هذا البطن أنا بتحدث وهذه كلمات جدا مرفوضة وغير مقبولة نعم بكل تأكيد وأصلا هذه رسالة أنه كديش الوطن هو الحضم الدافئ للإنسان وبلادي وإنجارة علي عزيزته أين يذهب هؤلاء الناس عندما ضقت بهم الأرض أكيد بلدهم حط فيهم أكيد بلدهم حضنهم الدافئ يرجعوا لأسرهم يرجعوا ما أخذ طرق الوقاية وهون رسالة لكل الأخوة القادمين واللي أصلا قدموا لأنه فترة الفيروس طويلة أو فترة حضانته وبالتالي من الأهمية أنه نعم نشجعهم بدل ما أنه نتهمهم أو نلومهم نشجعهم أنه أنت متاح لإلك من خلال أرقام الطوارئ من خلال الطب الوبائي والوقائي الموجود على كل السوشال ميديا وعلى كل محطات الإعلام بأنك وإنت في بيتك تتصل ورح تتلقى الخدمات بطبيقة سهلة وسلسة وبالتالي لا داعي للتسطر وبالنسبة للناس اللي بيحاولوا مثلا يثيروا مثل ما تفضلتي يمكن تكون غير مقصودة نأمل أنها تكون غير مقصودة لأنه جزء أكيد منه لها إجراءات الاحتلال وما ذلك عملية الفتن والبلبل وحتى أنه لا سمح الله يضعف مجتمعنا وهنا عملية التكافل التكافل الاجتماعي اللي الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم حضنا عليه الآن هو التكافل الاجتماعي عن بعد شو يعني التكافل الاجتماعي عن بعد اللي هو الافتراضي اللي هو الدعم المعنوي أننا نوجه لبعض كلمات طيبة في السوشال ميديا وفي وسائل التواصل الاجتماعي جميعا بمن خلال أنه أحاديثنا تقول إيجابية وهنا مهم جدا أنه نشير إلى الدعاء أنه الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء مداومة الدعاء الدوام على الدعاء مهم جدا لأنه كمان مرة هو بعطي أمرين أخت وفاء والمستحين الأمر الأول أنه فعلا هو عباده أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيستجيب لدعانا دعوني أستجيب لكم والأمر الثاني يعود بالأمر النفسي على الشخص الداعي اللي الشخص كلنا دعاء الشخص ألا بذكر الله تطمئن القلوب فبدعاءنا إن شاء الله تطمئن قلوبنا تختبر نفوسنا نستطيع من خلال هذه الأمور أنه فعلا نقدم لبعض نصائح إيجابية أيضا يلتزم يلتزم بقرارات الناس ذوي الإختصاص والخبرة وهنا يعني كمان مرة بدناش تكون شهادتنا مجروحة بإنه كديش خليط الأزمة من أعلى الهرم بالقيادة الأقل حتى في المواطن البسيط العادي اللي مثلنا إنه كلياتنا نعمل خلية واحدة كلهم في مكانه يعني مهم جدا كلهم في مكانه مش كلياتنا نعمل حالنا لجنة طوارئ ونكون بالشوارع كلياتنا نعمل حالنا بدنا نصور ونكون يعني كمان مرة بدنا نأكد إنه كل ما كان الضبط ذاتي هنا بالمناسبة يعني من خلال متابعاتي بالسوشال ميديا وأنا بالمناسبة إخطفائي إذا سمحتي لي بدي أحكي عن تجربتي أنا الشخصية نعم أنا من عطلنا بالجامعة حركتي كلت تقريبا لوحد بالألف بالمية ولما كل واحد بالألف بالمية عارف شو بحكي واحد بالألف بالمية حركتي أنا وأسرتي داخل منزلنا بالعكس بننبسط بنلعب بنمارس سواياتنا كل حياتنا طبيعية نعم وهذا كما قال البعض لنعتبره يعني فرصة اختلتوا فعالتكم اتعرفوا عليها من جديد خاصة في ظل القطاع بسبب التواصل التكنولوجي بسبب هذه الثورة التكنولوجية ومش غلط إنه بالفعل في بعض الأمور التصليحات التعديلات في البيت فرصة أنتم مع شر الرجال أن تقوموا بتعديلها وإصلاحها خاصة أنه بتعرف يعني الزوجات بتقعد أشهر هي بتقول لزوجها صلح لها الباب أو هالسكر أو هالحلفية فرصة عملية التعديل وصفاني هذا إحنا إذا بنا نتحدث عن الأنشطة بس برجع لموضوع المبالغة في توجيه اللوم للمصابين أحد المصابين وكان الله بعونه ونتمنى له الشفاء والخروج من هذه الأزمة بكل الخير للأسف ضمن المقابلات اللي اسمعناها قال إن شاء الله بموت وبرتاح طبعا الله يعطيه الصحة والعافية بالتأكيد هذا من الأسى ومن الحزن للألم هو ما كان يعرف إنه مصاب وهو ما كان يعرف إنه بيحمل جسمه فيروس الكورونا اتنقل وراحوا إجا ومثلوا أمثال طبعا وما كان عنده معرفة أو شك واحد أو صفر في المليون إنه هو مصاب بهذا الفيروس لأنه أساسا من ضمن أقواله ومشاهدات من أصيبوا بهذا الفيروس بيقول أنا يعني أول شي رح ألوم نفسي عشان عيلتي إذا بفعل كنت مصاب لأنه هذا الجلد ممرض إنه يشعر بالجلد الذاتي هو مش عامل إشي هو مش مذنب مش مقترف ذنب يعني شديد البعض اللي بيقول لك بسياسة العيب إنه وكأنه هذا المرض عيب هذا فيروس فيروس يعني إشي موجود مرض كوني لحد الآن إحنا مش عارفين شو طبيعة هذا العدو فمهم جدا نركز دكتور هشام مرة أخرى على إنه بكفي نجلد غيرنا من المصابين اللي إحنا ما بنقول اللي بيستهت أو اللي انتقل لهم المرض بالصدفة أو نتيجة مخالطة ناس ما بيعرفوش أساسا إنهم هم مصابين بهذا المرض فالكلمة الطيبة يجب أن تكون حاضرة التوعية يجب أن تكون حاضرة تعزيز الالتقام بالتعليمات يجب أن تكون حاضرة لا أن نجلد بعضنا البعض لأننا نحن بحاجة في أمس الحاجة بالحفاظ على الجهاز المناعي دكتور هشام صحيح وعلى إنه نسمع بعض كلمات إيجابية لنشجع بعض في ذل هذه الأزمة يعني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صحيح نعم نعم أخت وفاء الطاقة الإيجابية المهم جدا نحافظ على المناعة النفسية لأنه أغلب الدراسات الآن اللي يعني هي مؤشرات لسه ما تمت دراسات مستكملة هي استطلاعية إنه أكثر الإصابة تكون عندما تكون الممانعة النفسية ضعيفة فبالتالي نعم الكلمة الطيبة مهمة جدا وأن ت يعني في الوسائل التواصل الاجتماعي لأنه فعلا هو الآن الدعم المعنوي ها إنه اللي هو عن بعد اللي هو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حديثنا مع الآخرين ما نخلق حالة الرعب والهلع وبالمقابل ما نهون وما نقلل من الأمر لأنك مثل ما تفضلت وحتى إحنا بنحكي عن إشي كارثي إشي عالمي مش مختص في جهة جغرافية محددة ولا لا سمح الله بس في فلسطين لا هو في العالم كله بالعكس هو أقل يعني أنا بشوف كمان مرة خليط الأزمة الموجودة وقرارات الحكومة اللي تابع حنبارح يعني كان منع تجول كمان مرة هو يعني وكأنه لا يوجد لدينا منع تجول البقالات مفتوحة الصيدليات مفتوحة كل الأمور الحيوية والحاجات والخدمات موجودة ويا أخي إذا احتجت إشي أنت اصل علينا ابن كل أكروح جيبه إنت إما إحنا بنجيب لك إياه الله أكبر خدمي سبعين جوم مش خمسين جوم صحيح بالتالي الآن إحنا مطلوب مننا فقط إدارة زواتنا أنا شخصي فقط إنت مسؤول عن شخصك وعن كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن ضعيته عن هالأسرة اللي موجود فيها اخلق فيها أجواء راحة وهون مش هم نحافظ على خلاقة الإيجابية خطفاء يعني نسماتي اللي تحضلت فيه وحكيتي عملية إنه قرأت أكثر من بوست إحنا في عزل مش في تعزيل صحيح صحيح يعني إحنا يعني آآ لهذه كمال مرة شغل الدار بلش شغل الدار صحيح شويقة طب آآ آآ نعم تمان مرة تمان مرة بدنا نأكد إنه هذا الشخص اللي تفضلت فيه يعني ما كان ولا مرة هو متل ما بدأت تتناوله والإشاعة آآ تتناول إنه هارب وكأنهم بدوروا عليه وإنا عندما تحدث عن قصته وإنه كيف رجع هو لن رجع عن الحدود هو كمان استقرع كل حدا بيحكي معاه وكيف حكيتي أنت بالضبط هو أصلا أكثر حدا مهدد إنه ينصاب أحبته أصدقاؤه أسرته في معقول حدا بيحب أسرته تنظر في حدا بيحب أسرته ينقل البلاء حتى أصدقاؤه اللي بيخالطهم المطعم اللي قعد فيه المطعم اللي بيحبه المكان اللي بيحبه أصدقاؤه اللي خالطهم هل ليش إحنا نتبرع ونكون لوم وضغط ونجب في نفس الوقت من يجد ويتشكك بأنه يعاني من أعراض هذا الفيروس اللي يقوم بالتجول والتنزه والتسليم والتقبل وما إلى ذلك مستهينا بطبيعة هذه الأعراض إذا ما شكك أو تشكك عفوا أحد المواطنين بأنه يعاني من أعراض أعراض مباشرة إلى دو الشأن والاختصاص واللجنة الخاصة والطب الوقائي وبالتأكيد للإتمئنان على وضعكم وحالتكم الصحية إجمالا عفانا وعفاكم الله ونتمنى لكم دوام السلامة وأشكر كل من علق بكلمات طيبة موفق خليل أسعدت صباحا أيضا أبو أيمن أسعدت صباحا سعد أبو حجلة أسعدت صباحا اشتركوا في القناة